دائماً لازم نفهمه علاش الأخوة والأخوات اللي يتساءلوا علاش نهتموا بار شاب شنو قاعد يسير في العالم وإلى آخره فمعناها نحبه وننكره العالم كله مربوط ببعضه إذا ثم عركة بين الروس والأكران التلقى روح كنت شد الصف على الخبز قدام العطار في قرية نائية في معتندية من معتندية تونس الأمر مربوط ربط مباشر يعني ما عندوش إذا التقس والمناخ مشبهي في مش عارف أنا في البرازيل ولا في أغندا ولا في مثل هذه الأماكن عندو تأثير كبير على السكر وعلى القهوة وعلى وجودهم في بلادنا إذا الآن المنطقة الساحل اللي هي المنطقة نتاع أفريقيا النيجر وبوركي نفاسو وتشاد وأفريقيا الوسطى ولا ما كان هذه فيها قلاقل وفيها كذا يعني ما تستغربش النطقة الشوارع متع تونس ومتع أسفاقس ومتع المدن التونسي والقراء التونسية مليانة بالأفارقة اللي يحبوا إما يستقروا في تونس ولا هيربين تونس واللي يحبوا يمروا إلى أوروبا أو تونس فالعالم كل مترابط ببعض طيب الأمر الثاني اللي لازم نعرفوه أنه كيما قلنا نحن عشنا فترة الإمبراطوريات والإمبراطوريات قبل الحرب العالمية الأولى اللي كانت الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية البروسية والإمبراطورية النمساوية المجارية عدة إمبراطوريات كانت موجودة بعدها الإمبراطورية البريطانية وأيضاً حتى في ذلك الوقت موجودة الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية جدت للحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الأولى قذت على الإمبراطورية المجارية النمساوية وقذت على الإمبراطورية العثمانية وتقاسم الميراث متاحة أصلاً الحرب العالمية الأولى بدأت لأنه ولي العهد النمساوي قتل على يد واحد سربي في مدينة سريف الإمبراطورية العثمانية نهارت بعدها الروس، الإمبراطورية الروسية كانت موجودة في ذلك الوقت الإمبراطورية الروسية أيضاً صار فيها الانقلاب متع الشيوعي يعني جاء لينين والحزب الشيوعي الحركة البولشوفية، الثورة البولشوفية في 1917 جاءوا إلى السلطة في ذلك الوقت كنتيجة اللي فشل القوات الروسية في الحرب فصار تغييرات كبيرة مع الحروب الكبرى الحرب العالمية الثانية، شهدت إفلاس الإمبراطورية الفرنسوية وإفلاس الإمبراطورية البريطانية بالرغم اللي بريطانيا خرجت منتصرة في الحرب لكن كما قلنا خرجت مدمرة ومنهكة وانتهت اللي صار بعد الحرب العالمية الثانية أن القوة انتقلت للصراع بين قطبين الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت ومعه الحلف وارسو والبلدان الشرقية والمنظومة الاشتراكية ومن الطرف المقابل قيدة أمريكا وحلف الناتو والدول ما كانوا يسمى بالدول الحرة أو الدول الديمقراطية الآن جاءت تسعين وقع نهار انهيار الاتحاد السوفيتي عشنا في فتر قطب الوحدة قطب الوحدة اللي هو أمريكا قد تحكم في العالم وحدها تعمل إظهرها والذيك مشت لفغانستان مشت لغزاو العراق عملوا اللي يحبه كل اللي يحبه يعملوه يعملوه ماذا ماشي حتى طرف يوقف في وجوه الآن شنو وصل وصل أنه فيه صحوة صحوة من عدد دول في العالم القيادة الأبرز واللي هي فيه تضاد مع المصالح الأمريكية والغربي اللي هي روسيا والصين روسيا ذاك عايش قاعدين نتناولوا فيها المطلب بتاع روسيا والصين هو نحو عالم متعدد الأقطاب دخلت برشد والكل واحد يرمي التربوش المتاع ويقول حتى أنا باش نكون قطب من الأقطاب جاءوا الأتراك يقولوا الحب وقطب لموا معاهم الدول الناطقة باللغة التركية اللي هي خاصة دول آسيا الوسطى كازاخستان وإزباكستان وتركمانستان وخرغستان وأذريبيجان وقبرص الشمالية إيران دخلت الآن عبر نشر التشيع والأقليات الشيعية في العالم العربي احتلت لبنان واحتلت اليمن واحتلت العراق واحتلت سوريا فإيران تحب تكون كتلة ديمغرافية وسياسية بهذه الدول متجه نحو ذلك الآن ثم بروز جديد للسعودية الهند قوة بذاتها فعد الدول للبرازيل من جهة أخرى عد الدول كل دولة تحب تظهر النجيريا عملت معها دول إكواس هذه الدول الغرب أفريقيا تحب تعمل بهم قوة فكل واحد يحب يقول أنا راني موجود في المنظومة الدولية الجديدة اللي عنوانها أنه نكون عالم متعدد للأقطاب الأمريكان قالك لا سبيل إلا ذلك فيش عالم متعدد للأقطاب ثم التوحيد التوحيد هو أنه أمريكا واحدة لا شركة لها في هذا العالم هذا الأمريكان والمشيين الصينيين طبعا والروس ما همش قابلين بهذا الآن جرجرهم إلى حرب في أوكرانيا الحرب والأوكرانية والآن المناوشات وشنو قاعد يصير في بحر الصين الجنوبي ومن ناحية الصين اللي تقريبا كلام هذائي كله تناولناه بالتفصيل في عدة حلقات الأخوة اللي ما حضروا شعرانها في الماضي الحلقات موجودة على صفحة البناري يستطيعوا يرجعون الآن ورنا أكثر من مرة أنه الصين جت لبحر الصين الجنوبي رأوا بحر الصين الجنوبي مش معناها ملك الصين رأوا اسم فقط اسمه بحر الصين كما المحيط الهندي محيط الهندي ما هوش ملك الهند لكن تسمية فقط جت الصين لبحر الصين الجنوبي حتى تسمي قتلكم عليها من قبل البرتغاليين هم اللي سموها اللي سموها فبحر الصين الجنوبي جت الصين وعملت ما يسمى بناين داش لاين يعني عملت تسعة شلط في البحر في الخريطة وقالت راهوا كل ما يدخل في التسعة شلط هذا يمتعي التسعة شلط لذومة لو تشوفوهم كان لو كانت تكبرها شوي أخو سامة حتى لو نحيت صورة نحن وخليت الخريطة فقط عندي صورة أخرى أكثر وضوحة نضحها الآن عن السيد المشاهدين نعم نعم الصين هي قالت هذه كله متاعي أذايا متاعي ومشت أكثر من ذلك بدت تبني في جزر الصينعيين يعني بدت تردم في البحر ثم أبقايع في بحر الصين الجنوبي يجي عليها موسم ينشح الماء من حولها وتظهر بعض الأرض ثم تتغم يعني مش دي ما موجودة فالصين الآن عبتها بالردم وعملت فيها قواعد عسكرية وعملت فيها مساكن وعملت فيها حدائق وعملت فيها كل شيء عدد جزر عملتهم عملتهم حتى تثبت أن هي موجودة هناك هذا 9 داشلين التسعة شلطات هذوق خلينا الخريطة غادية يا خسامة التسعة شلطات منين يبدو يبدو من تحت طيوان بالضبط يمروا على كل الفيليبين يعني من هنا هذه طيوان يمشوا من تحت طيوان وهذه الفيليبين كلها يمروا على الفيليبين شوف هنا هذه المنطقة هذه جزر سلسلة من الجزر الأرخبيل هذا تابع الفيليبين هذا تابع الفيليبين ولكن شوف الصينيين وشوف الصينوين وشوف الفيليبينوين الصين قال عادة يكون الفيليبين عندها حتى هنا والصين حتى هنا والباقي مياه دولية الصين جت سكرت عليه جت لهنا أيضا قدام قدام ماليزيا وهذه وبروناي وهنا أيضا ماليزيا وطلعت من هنا قدام ماليزيا وجت من هنا أمام فيتنام هذه كلها فيتنام هذه كلها فيتنام ولكن معناها لاوس أيضا متضرة دولة لاوس متضرة لأنه أيضا عندها المياه هذه شنو اللي صار لها الصين قالت منطقة هذه كل متاع كل ماهو دخل الخط الأحمر وطبعا علي مين الخط الأحمر يعني كيمشوا على مين الخط الأحمر الأحمر مش يصل هم الآن في المياه الأقليمية نعم وبدأوا يمنعوا في البحار الفيليبينيين والماليزيين والفيتناميين يمنعوا فيهم وحتى مع الفيتنام منعوا التنقيب على النفط الآن المنطقة هذه بالضبط القريبة من ماليزيا اللي هنا التحت شوية نعم وجدوا فيها ثروات كبيرة من النفط والغاز فيها كمية ضخمة من النفط والغاز الصين قالت هذا كل متاع شنو جاءوا الأمريكان عملوا الأمريكان قالوا لهم لا هذيا هذيا مياه دولية احنا نتعدوا ومشاءوا لإنجليز والأستراليين الآن الأستراليين والفرانسيس والبريطانيين والأمريكان طبعا قاعدين يومين يتعدوا من هنا يومين هما معدين السفن من هنا ويتعدوا حتى في المضيق هذا مضيق تايوان اللي هو يتعدى ما بين الصين والطايوان ما بين ما بين الصين هذا يعني المضيق اللي هو الفوق بالضبط نعم أي ما بين الصين والطايوان قاعدين يتعدوا منه الأمريكان يقولوا هذا قانون دولي وهذه مياه دولية مشدت الفلبين رفعت قضية في محكمة العدل الدولية في الأهاي رفعت قضية أنه الصين اعتدت لها على أماكن تابعتها المحكمة حكمت لصالح الفلبية بإجماع القضاءات حكمت لصالح الفلبية قالوا أننا لم نعطرفوش بالقضاء ولم نعطرفوش بالمحاكم هذا ما تسموها لاريزون دي بليفوري تيجور لامير هذا هي عالم القوة طبعا تكلمنا المرة الماضية على استراتيجية متاع الأمريكان هو خنق الصينيين أنه هاته السلسل هذا متاع الجزر القول ويسكروا به على الصينيين باش ما يدخلوش دكتور الفلبين فقط هي اللي شكيت ما شكيتش ماليزيا بروني وفيتنام شكيوش شكيت الفلبين لأنه أخذت لها جزر يعني أخذت لها ثم حالة معينة الآن الصينيين مرات حتى عندهم عاملين ميليشيا بحرية ميليشيا بحرية هذه تمنع الصيادين من الدخول من الدخول هناك وعندهم الجيش البحرية الصينية اللي هي تمنع التنقيب عن نفط والغاز ففي مشاكل مشاكل كبيرة لكن إلى حد الساعة يعني لما الصين تقول هذه المياه متاعي لكن لما الأمريكان يمروا ما يمسوهمش يعملوا طلقات تحذيرية يعملوا كذا لكن إلى حد الساعة ما وصلوش أنهم يبلوكوهم يبلوكوهم الأمريكان الآن التركيز معه الأمريكان حثوا اليابانيين ودفعوهم أنه غيروا الدستور متاحهم وأنهم يزيدوا في الإنفاق العسكري يعني اليابان الآن ربما جيشها مش تصير من أقوى الجيوش في العالم لأنه التقنية موجودة والروح القتالية موجودة والعدد موجود بقطة القوانين اللي بعد استسلام اليابان منو عليها أنها تعمل جيش قوي إذن اليابان الآن مش تعمل جيش قوي أستراليا كما قلت لكم آخر مرة شرتك ست سفن نووية اللي هي تملكها خمس دول في العالم فقط ولكن اللي صارت عليها مشكلة مع فرنسا وتحدثنا عليها في وقت الآن عندك أستراليا واليابان وأمريكا أستراليا واليابان وأمريكا الآن يحبوا يتولوا المنطقة هذه أمريكا جابت معها أيضا بريطانيا والهند وأيضا اليابان وأستراليا بشيخهم قصين من الجيهة الأخرى من الطرف الآخر من المحيط الهندي هذا من ناحية المحيط الهدى يعني التشكل هذا مثل ما عنا الآن الناتو اللي هو حلف شمال الأطلسي حلف عسكري لدول شمال الأطلسي الآن ثم حلف عسكري للمحيط الهادي غير معلن يعني شو نحن نعمل في مناورات ونعمل في كده لكن الناتو افتح مكتب في اليابان فتحوله مكتب هناك الأستراليا يقع تسليح كامل بالأسلحة النووية السفن النووية هو شو قوله قوله رايز السفن تمشي بالمفاعلات النووية بمعنى تنجب تبقى حتى خمسين سنة تحت تحت البحر لكن يقوله ما يش مثال الحنووية لكن الخلال هذا ليس صحيح لأن السفن التي تبني فيها أمريكا من هذا من هذا الفصيل هي بطبيعتها سفن نووية بمعنى ممكن استعدادا لحرب نووية إذا لازم الأمر مع الصين عملية أولا خنق للصين وثانيا تكوين تحالف في المحيط الهدى الباصيثي من ناحية المحيط الهندي قاعدين يعملوا يحبوا يعملوا تحالف في المحيط الهندي باش يخنقوا به أيضا الصين ويرقبوا به روسيا ما تنزلش تحن هذا تقريبا الصراع القايم واللي مازال موجود جوهره كما قلت لكم جوهره أنه الصين ميزمهاش تكبر والصين ميزمهاش تدخل للمحيط الهادي وميزمهاش تسيطر هناك لأنه إذا دخل المحيط الهادي يعني مشت للسواحل الأمريكية من جهة من جهة الغرب الأمريكي اللي هي من كي تمشي معناها توصل كاليفورنيا والبقايا ما يحبوش الأمريكان يحبوا حدودهم محمية والمحيط الهادي بالنسبة لأمريكان خاصة من اللي الروس باعوا ألاسكا للأمريكان في القرن التاسع عشر هذا تقريبا الصراع اللي موجود هناك تفاصيله تفاصيله هو كما قلت لكم التنقيب على النفط الشلطات التسعة هذوم اللي عملتهم الصين عملتهم الصين هكا من جانب واحد تمري تشوف تشوف هنا قداش خانقة الفيتنام خانقة الفيتناميين من هنا تشوف الماليزيين هنا معناها أمام أمام الدار بتاعهم تشوف الفيليبينيين هنا على طول والبحر كل منا قالوا بتاعنا في المقابل الأمريكان يحبوا يخنقوه وطبعا هذه القوى العظمى يقع على احتكاك لكن الصينيين حتى الـ 2049 عندهم في برنامجهم أنهم ما يطقوا حتى رصاصة وجاء أي حد لأنه لـ 2049 يبنيوا قوتهم لأنه هما في 1949 جاءوا للحكم الحزب الشيوعي انتصروا يعني الشيوعيين انتصروا على الوطنيين نعم والوطنيين هاربوا لطايوان هذه هي من المشكلة متاع طايوان يعني القيادة القيادة الوطنية اللي كانت تدعمهم أمريكا والشيوعيين كانت تدعمهم الاتحاد السوبيتي الشيوعيين انتصروا لما انتصروا الوطنيين هاربوا إلى طايوان وعملوا حكم عسكري وقواه وابنوا دولة قوية الآن 2049 مش تكون مناسبة مرور مئة سنة على قيام دولة الصين الشعبية بقيادة موت سي تونغ وبقيادة الشيوعيين الشيوعيين متاع الصين فالاحتفالة ذاك يحبوا يكونوا في اللحظة ذاك يكونوا نحن يقولوا نحن رأنا الآن قوة عالمية ومستعدين للتحدي في أي مكان لكن الأمريكان عندهم هالفصحة من أنها التسعة وربعين معناها قرب 26 سنة يحبوا فالستة وعشرين سنة هذه بيخلوش الصين توصل إلى تفاصيل القوة اللي محددها الصين لأن الصين محدة في كل شيء عندهم عندهم تعريف أشمعناها الدولة عظمى عندهم تعريف من جملتها قداش الأرياف قداش وصلها الكهرباء قداش الصين يستهلك ما ثماش صيني فقير ثماش قداش عنا رز كل شيء كل شيء كل ما كما قرر سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتهم من قوة يعني كلمة جاءت نكرة بدون تعريف الألف والله لتفيد أنه كل أسباب القوة وكل نوع القوة هذين السنين اللي يشتغلوا عليهم